من الأخبار اللي يعني أنا شخصياً محتاج فيها لتوضيح وزارة الصحة والسكان قالت سنة مد المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والتي انطلقت في تسع محافظات من أول يوليو كان مقرر أنها تنتهي آخر أغسطس أنا نفسي الموضوع يبقى على طول يعني هم قالوا تسع محافظات لمدة شهر تابوا بعد الشهر يا جماعة إحنا بنتباهى الآن بما يحدث في قطاع الصحة مش إحنا اللي قلنا كان عندنا رئيس منظمة الصحة العالمية أول مرة يزور مصر الراجل طلع وقال مبادرة مئة مليون صحة الراجل اللي قال مش الإعلام المصري ولا وزارة الصحة ولا المتحدث باسم الحكومة ولا رئاسة الجمهورية اللي قال ده رئيس طب هاتهوليو ماشي الفيديو اللي هو اللي فيه الحدث نفسه هو بيماسك معه المبادرة بتاعت مئة مليون صحة طب نشوف أهو بص شوف بقى ده رئيس منظمة الصحة العالمية وزيرة الصحة المصرية واحد على يمين الرئيس واحد على شمال الرئيس ودي المبادرة والراجل هو اللي طلع وقال هذه المبادرة هي الأولى في العالم من نوعها ما هوش مصري الراجل ده يعني ولا مثلا جزء من الحكومة بتاعتنا بيقولك بيستعرض إنجازاته وده على نقل التجربة المصرية كمان أعتقد إنه يعني الشهادة اللي حصلت دي يعني تستوجب مسئولية أكبر من وزارة الصحة ثبت اللقطة دي بقى آه هو ده واخد بلق شوف الرئيس مع رئيس منظمة الصحة العالمية كان في زيارة لمصر ومبادرة مئة مليون صحة وإشادة عالمية بها أمر يستحق الوقوف أمامه كثيرا وجي نتيجة تعب وعرق كثير من الأطباء والأطقم الطبية وده شيء مخدر جدا نرجع لموضوع المبادرة الخاصة بسرطان الساد كان مقرر لي أنها تنتهي آخر أغسطس تم مدها لمدة شهر المبادرة بيستفيد منها تقريبا 28 مليون سيدة 28 مليون سيدة في مصر على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية قدام النادي حضرتك تلاقي عربية